السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في درس جديد من المستوى الاول. وان شاء الله نهاردة مع درس جديد من الكلمات. بعد ما اتكلمنا عن ايام الاسبوع وشهور السنة وفصول السنة اتكلمنا كمان عن الوان والارخام. اتكلمنا عن اللافتات والرموز. ان شاء الله النهاردة بنتكلم عن افراد العائلة. من الحاجات اللي لازم تتعلمها وانت بتبدأ تتعلم انجلش في كفوكابلاري انك تتعلم افراد العائلة. من هما بالانجلش. ماشي? يعني اه اب وام يعني ايه خال وخالة يعني ايه عم وعمة. طبعا الموضودة او الدرس ده كمان بيهم كمان الصغيرين قبل الكبار. ان ايه حد عندنا لسه صغير في كيجي في ابتدائي بيتعلم الحاجات دي من الدروس المهمة جدا جدا عنده وهي افراد العائلة. يعرف ازاي يفرق ما بينهم. وان شاء الله النهاردة هنضيف حاجة كمان زيادة وهي كمان عن يعني اه اه والد الزوج والد الزوجة اخ الزوج اخت الزوج الحاجات دي كلها بالاضافة للافراد العائلة بتاعتك. تتعلم كمان ان ايه حد متزوج عنده يعني والد الزوجته يعني والد الزوجته يعني اخ الزوجة اخت الزوجة يعني كل الكلام ده. نبدأ الاول بممبرز اف دا فاميلي واول حاجة عندك هو المين الجد والجدة. اول حاجة عندك يعني يعني جد. يعني لكن جرانبا حاجة غير رسمية. انت بفهم نفرق انت بشوف كتير كلمة جرانبا يعني جد ولكنها حاجة غير رسمية. يبقى جد يعني اه? اه ا 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 حبيب تكون الطريقة أسهل بالنسبة لك شوية تقولها فاذر مفيش مشكلة بس بلاش كلمة فاذر فاذر لأن دي ما ينفعش غلط من نسمعكة الناس كتير جدا جدا تقولها هاي فاذر فاذر يا حبيب ما ينفعش ان الار ما انطقهاش او لو نطاعة امريكان بقولها فاذر فاذر يبدو الار بطلع كده خفيفة جدا را را لكن ما فيش ار كده ما تنفعش نيجي كلمة امي يعني ايه يعني mother 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 يعني ام mother نيجي بعد كده للاخ يعني brother 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 او brother brother نيجي الاخت يعني sister sister يعني اخت sister كده خلاص كده خلاصنا الجد والجدة الاب والام الاخ والاخ والاخ يعني ايه كلمة ابن son son ابنة يعني daughter 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 يعني ابنة نيجي لكلمة عم او خال هتقول استنى هو مش عم حاجة او خال حاجة تانية ده العم عندنا غير الخال العم ده اخ الاب لكن الخال اخ الام اقول لك لا في الانجلوس عندك حاجة واحدة العم او خال حاجة واحدة العم او خالة حاجة واحدة عم او خال يعني uncle 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 بلاش uncle ايه اللي بنسمحها كتير ما بننفعش اسمها uncle طب عم او خالة يعني aunt 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 عم او خالة نيجي بعد كده لولاد العم وبنات العم ولاد الخال بنات الخال ايه كل ده ولاد العم بنات العم ها ولاد الخال بنات الخال ولاد العم بنات العم بنات الخالة ايه كل ده كل ده عندنا في العربي بتفرق في المعلة بيفرق ده ابن عمي ابن عمتي ده بنت خالي ده بنت خالتي ده في فرق لكن في الانجليش كلمة واحدة بس بتضم كل ده كلمة واحدة كلمة cousin 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 كلمة واحدة خلاص يعني لو بتكلم انت حد foreigner حد أجنابي وتقول له من ده هيقول لك my cousin انت ما فهمتش ده هل ده ابن عامه ولا ابن تعمه ولا ابن خاله ما تعرفش حاجة واحدة بس بعد ما خلصنا كلمة cousin نيجي بعد كده لتحت شوية ننزل ها تحت شوية زي وكينا كده عندك شجرة عيلة بتطلع من فوق ننزل لتحت تمام نيجي دلوقتي ايه بقى لابن الاخ او ابن الاخت زي ما اتفقنا وانت نزل كده ما فيش فرق ما بين الاتنين خلاص ما فيش فرق ما بين الاتنين ابن الاخ او ابن الاخت يعني nephew 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 ابن الاخ او ابن الاخت اما حاجة نكون مذكر نيجي للمؤنث اللي هي بنت الاخ او بنت الاخت با المذكر nephew نيجي للمؤنث يعني يعني الوالدين الاب والام كلمة parent واحد من الاتنين parents الوالدين فيه كلمة grandparents grandparents يعني الاجداد نيجي دلوقتي خلص كده خلصنا الاسرة خلصناها افراد العائلة نيجي دلوقتي لو شخص متزوج شخص ايه متزوج يعني زوج husband 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 يعني زوج husband husband يعني زوج زوجة يعني wife 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 طب والد زوجته يعني ايه والكلام ده بالنسبة للزوجة والد زوجها يعني ايه بالعامية عندنا حماية يعني ايه حماية حماتي يعني ايه نقول بالعامية حماية و حماتي باللغة العربية يعني IHAMU حم يعني IHAMU أنا عندي هنا في كلمة سابتة عندك سابتتا عندك كلمة INLO INLO هتحط بس قبلها الكلمة واحدة بص حماية حماتي أخو مراتي أخت مراتي أخو زوجي أخت زوجي دي كلها حاجات كلمة INLO سابتا عندك طبعا ما أي حاجة لها علاقة بالزوج أو الزوج INLO دلوقتي ان لو هنا ان لو انت عندك هنا هتحطها بلاك كلمتي بها عايز اقول حماية هتقول ليه father ان لو father ان لو ده في مقام الاب هتقولها ازاي father ان لو طب حماية والدة الزوج او الزوجة اسمها mother ان لو المعامل ام mother ان لو طب بعد كده عايز اقول اخو الزوج او اخو الزوجة البوي المذكر هتقولها brother ان لو brother ان لو brother ان لو طب اخت الزوج او اخت الزوجة المؤنث sister ان لو sister ان لو sister ان لو زي ما قلت لك كلمة ان لو سبتة معاك بتغير بس قبلها كلمة father كلمة mother كلمة brother كلمة sister دي وكلها حاجات سبتة معاك ان شاء الله احبا فيه حلقة تانية للفرق ما بين كلمة mom بالم او ام وكلمة mom م يو ام للفرق ما بين كلمة grand father grand pa grand dad صح بتشوف كمين كلمة grand dad موجودة عندك بتشوف اوقات كلمة ايه grand dad الفرق في ناس بيتتوهم في الحاجات دي الفرق ما بين grand father grand pa grand dad التلاتة بمعنى جد الفرق ما بينهم الفرق من كلمة dad وكلمة father كلمة mom وكلمة mother ان شاء الله هيبقى في حلقة للحاجات دي للفرق دي كلها اللي هي بتلخبط بعض الناس يارب تكون الحلقة عجبتنا ان شاء الله استنونا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته